صحيح البخاري وفي هذا كما ذكرت لكم إخواني وأخواتي إرشاد مهم جدا 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 لطريقة التعامل في المساجد مع بعضنا البعض أننا نركز نحترم مشاعر الناس نحترم مشاعر المسلمين لا نؤذيهم برائحة لا نؤذيهم بصوت لا نؤذيهم بأي تصرفات تزعجهم لأن المسجد موضع للراحة رحنا بها يا بلال ولذلك يا حبايبي نحذر الله يسعبكم حتى الدخان الواحد ماشي في ناس يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد أنهم هم يدخنوا ما في مشكلة ولكن إذا كنت شرفت سجارة ورائحة السجارة واضحة منك ومنبعثة فألا هذا يضايق المسلمين ترى المدخن هو ما ينتبه لريحته لأنه هو متعود عليها لكن ممكن توقف في الصف جنب واحد ما يحب الدخان بده يتضايق وليه يتضايقه انت عسل وانت سكر يا حبيبي المسلم ابعد صلي في بيتك ولا تزعج المسلمين ولا تضايق المسلمين بريحة السجارة أو ريحة البصل أو ريحة التوم والعياذ بالله انتهينا من هذا الموضوع ونسأل الله السلامة للجميع مع حبي واحترامي وتقديري لكل المدخنين عشان لا يضايق وله دائما أنا عارفهم حتى في خطبة الجمعة تحصل لي المدخن أول ما يسمع كلمة فيها انتقاد للتدخين يتوتر لا يا حبيبي لا تتوتر ولا شيء أنت حبيبي وأنت صديقي وأنت أخي وأنت عزيزي وربنا يتوب عليك من الدخان قول آمين وهو إن شاء الله حاجة يعني ما فيها خطر لأنه الدخان ما شيء حاله بس والله في أمراض في أمراض يا حبيبي المسلم المهم نرجع لصحيح الإمام البخاري استحباب التعوذ من عذاب القبر حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزيني وذكرت له يعني ذكرت القصة فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته صلى الله عليه وسلم بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر يعني وقت التشهد بعدما تخلص التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال فنتعوذ يا إخوتي من عذاب القبر ونحذر من عذاب القبر ودائما نطلب من الله أن يجيرنا من عذاب القبر باب ما يستعاذ منه في الصلاة حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال البخاري كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام والدجال من الفتن التي تأتي في آخر الزمان ودائما نقول نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ونطلب من الله أن يحمينا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف رواه البخاري باب الدعاء قبل السلام أشرح هذا الحديث في الحلقة الجاية التي ستكون رقم 21 دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صحيح البخاري مع حسن شاهين